حصرية إكس بوكس القادمة ريد فول أعلنت عبر حسابها على تويتر أنه لعبتهم المنتظرة ستعمل فقط بسلاسين إطار عند أطلاقها على أجهزة السيريز إكس والسيريز إيس وبعد هذا الأعلان انفجر لتويتر بالهجوم على اللعبة وشركة مايكروسوفت والمصير بالأمر أنه معظم النقد كان من فانز الإكس بوكس نفسهم فهالخبر أدى لخيبة أمال وكانت درجة الحرارة الأخيرة لازمة لغليان الموقف طيب شو سبب أهمية هالخبار وشو قصة النزخة المحسنة من فورسبوكين نبدأ مع ريد فول اللي هي لعبة شوتر بتحارف فيها مصاصين دماغ ومن تطوير أشهر استوديوهات بيسيزدة اسم الاستوديو أركانو معروف بلعبة ديس لوب وسلسلة ديس اونارد بعام 2020 إذا بتتذكروا إكس بوكس اشتريت كل استوديوهات بيسيزدة بمبلغ مالي ضخم كانت 7.5 مليار دولار يعني كل هالستوديوهات والألعاب صارت تحت شركة إكس بوكس وصارت ألعاب طرف أول لألها والمميز بقصتنا إنه ريد فول هي أول لعبة بتم إنتاجها وحصرها على منصة الإكس بوكس ولن يتم إصدارها على بلاي ستيشين فهي اللعبة بالذات إلها هدف معنوي كبير أيضا اللعبة جاية بعد سنة من الجفاف القاحت في 2022 اللي كانت شبه خالية من ألعاب إكس بوكس وسيطرة تامة لبلاي ستيشين هذا غير إنه تم تأجيل أطلاق ريد فول سابقا عدة مرات فكلاتنا متوقعين أصدار بأجمل ما يكون بالإضافة إنه إكس بوكس سيريز إكس يعتبر أقوى جهاز كونسول بسوق وأركين معروف إنه من أقوى الاستوديوهات فكيف بعد كل هالمعطيات بتجيب تقلي إنه الله الاستوديو ما قدر يشغل لعبة طرف أول على جهازهم وبستين فريم وحينزلوا تحديث هنين لاحق بواقت غير محدد يجعلها تشتغيل على ستين إطار هاي الأمور كلها رفعت الكثير من إشارات الاستفهام حول إدارة إكس بوكس للستوديوهات بيثيز دا وكيف أحسن استوديو الدهور وضعه لها الدرجة وهالقصة بتكون أحد الهدايا اللي قدمتها إكس بوكس لبلاي ستيشن بهالأسبوع لأن هالكلام بطريقة أو بأخرى عم بيدعم اتهامات بلاي ستيشن اللي حب تدعي إنه خدمة الجيم باس رح تأثر وتخفض جودة الألعاب لأن ريد فول هي أحد ألعاب الجيم باس اللي رح تتوفر من اليوم الأول أمر ثاني كارسي كان توقيت أعلانهم عن موضوع الـ 30 فريم كان بيوم واحد فقط من مؤتمر بلاي ستيشن المصغر State of Play واللي استعرضوا فيه جيم بلاي مطول لحصريتهم القادمة في Final Fantasy 16 واللي أيضا دخلت بالمعركة الحاصلة ورح تكون هي موضوعنا بالقسم الثاني من هذا الفيديو فانس بلاي ستيشن معلم بدأوا قصف إكس بوكس أيضا مستغلين هالوضع وشوفولي هالتويتر على سبيل المثال وصار التواصل اجتماعي اشتعلت من الخبر يا شباب والأمر اللي بيدلك على حجم المشكلة هو كمية التفاعل الرهيبة على خبر ريد فول فوق العشرة مليون مشاهدة على التويت اللي أعلنوا فيها الخبر ومتوسط صفحة ريد فول على تويتر بتجيب خمسين ألف يعني ما بتجيب أكتر من هيك أنا فعلا بشوف هالخبر انه محبيط وتراجع لأداء استوديو أركين خصوصا انه اللعبة شوتر من المنظور الأول فمن غير المنطقي أبدا انه لعبة شوتر وطرف أول وعلى أقوى جهات ما تشتغل على الستوديو فريم ولازم تكون ردة فعل الناس هالمرة رسالة واضحة لإكس بوكس تعدل سياستها تهتم أكتر بإدارة استوديوهاتها اللي عم تدفع الفلوس عليها لك يا رجل أنا عم بشعر أني مهتم بالفلوس المدفوعة أكتر منهم وكنت مبسوط صراحة مع أداء إكس بوكس من أول السنة بمؤتمر جيد وإعلانات وعروض ممتازة فرفعتلي سقف التوقعات فقصة ريد فول كانت أول سقطة كبيرة لإكس بوكس بهذا العام مع ذلك أنا لا أؤمن بوجود دعاية سلبية بالعكس الأمور السلبية انتشارها بيكون أكبر من الإيجابية وإذا عشرة بالمئة من العشرة مليونة اللي وصلهم الخبر عن طريق الحساب الشركة فقط تخيل أنت عندك مئة ألف صار عندهم فضول يجربوا اللعبة ويشوفوا هل هي جيدة أم لا بيبقى علينا نجرب ونشوف ونعمل بإذن الله المراجعة وقت تصدر اللعبة أنا في عندي نظرية غريبة بعض الشيء يعني ريد فول ليست أول لعبة على الجيد الجديد بتشتغل بكلاتين فريم الأولى كانت بليكتير ريكويوم والتانية كانت غوثم نايتس وعندي إحساس أنه ريد فول لن تكون الأخيرة خصوصا بها الفترة والسبب أن اقتربنا من إصدار نسخ بلايستيشن برو والنسخة الأقوى من إكس بوكس فالشركتين منطقيا بيحتاجوا يأسبتون لنا أنه نحن بحاجة للجهاز الجديد أنقصنا من أزمة الكلياتين فريم هاي نظرية وبتمنى تكون خاطئة بس بدي أسمع رأيكم فيها خبر ريد فور يا شباب كان كبير لدرجة أنه خوف شركات ثانية مثل WB اللي قرروا يأجلوا لعبتهم سايد سكواد كيدا جاستيس ليج أجلوها لفبراير السنة القادمة بشان يتأكدوا أنه اللعبة تكون مسقولة لأن بالأصل جاهة كثير من الانتقاضات من عرض الجيم بلاي الأخير وهذا ليست تأجيل الأول للعبة بينما الهدايا الأخرى اللي اجت من إكس بوكس لبلايستيشن هالأسبوع كانت صادمة أكتر بالنسبة لي بالوقت اللي إكس بوكس وبلايستيشن متخانئين بالمحاكم على صفقة اكتيفيجين بتأعلن بلايستيشن عن ألعاب خدمة البلاس لمنتصف الشهر الجاري والصادم أنه تسع ألعاب منهم طاب على إكس بوكس لك يا زيمة سلسلة دوم ويلفنشتاين ديس اونارد وجزء الأول من إيفل وذين لك أنا هون فعليا فتت بالحيط معت فهمت شو عم يصير هلا أكيد هالشي هو عبارة عن اتفاق بين الشركتين واتفاق مدفوع بمصاري بس يا أخي كيف إكس بوكس عبتدعم البلايستيشن بوقت ملاق الإكس بوكس عم يشتكوا من ضعف خدمة الجولد اللي بتكون شبيهة وفيه ألعاب شهرية وزيا إكس بوكس عطيتيهم كل هالألعاب على خدمة البلايستيشن فأنتي قللتي من قيمة الجيم باس أنا ليش بتروح على الجيم باس إذا عندي هنا على بلايستيشن ما عرفكة اشتري جهازك ولا يا ترى إكس بوكس عبتعمل هيك لأبداء حسنية أمام الجهات المنظمة وبلايستيشن حتى تمرر صفقة أكتيفجين بسلام الله أعلم بس الشي المؤكد أنه عالم الألعاب كل ما لعب يزيد تعقيد ومشاكل وخلينا ننتقل لمؤتمر البلايستيشن المصغر State of Play واللي تقول كان معير يعني ليركب موجة الأحداث اللي صايرة وأنا شوي تانية كنت عم أقول أنه في مطورين تأخل بسيزة يا زلمي عب يسربوا الأخبار من تحت لتحت لأن إجت الخبر وبعده فورا عرض Final Fantasy كنت متأمن من حلقة بلايستيشن أنه تضمن عدة عروض أخرى مع أنهم ذكروا بالإعلان أنه هي حتكون ركزة على Final Fantasy على كلين شو إجابة لها العرض وشو وضع اللعبة هيدة جديدة حصرية يا أخي ما رح تتواجد غير على الفايف حصرانت ففايلان الفانتازي اللي ما بيعرفها هي من أقدم سلاسة الألعاب وجمهورة ضخم أنا صراحة ما لي فان كبير للعبة وهذا الجزء حيكون مثل ما إلنا حصري على بلايستيشن فايف وقال ما في داعي أنك تكون لاعب الخمسة عشر جزء السابقين للا تفهم شو عبصير لأن القصة مستقلة كليان ومبنيا لتستخدم قدرات البلايستيشن كاملة هاي جيملة بتشعر أنه ضربة هيك من تحت الطاولة وتلميح للمنافس اللي ما بيستغل جهازه بتلعب بشخصية اسمها كلايف روسفيلد ورح تلعب بعدة مراحل عمرية بحياته بالعشرين وثلاثين والأربعين في بداية مشاهدتي للعرض كان شكل القتال فيها مبشر صراحة ولاحظت أنه سكوير إينيكس واضع سلقلة باللعبة بس مع رؤتي للمزيد من المقاطع بدأت تشوف لمسات من فورسبوكين حصرية بلايستيشن اللي نزلت من شهرين بس حصرية جابت العيد وكمان هي من تطوير سكوير إينيكس على فكرة خريطة العالم بفاينال فانتازي شكلها أفضل وطريقة القتال كمان بتعتمد على السيف والهجوم القريب وبتعتمد على سرعة بديهة اللاعب والمشي فيها مبين أنه وازن وتقيل تصميم العوالم كمان جيد بس خفت من بعض اللقطات لأني شفت فيها عالم مفتوح شبه فارغ وهذا الشي بيخوف فانطباعاتي كانت متقلبة ويملأوها الشك وقال إذا كنت منواب بسألوها بطريقة محترمة قال فيك تلعب اللعبة بزر واحد اللي هو الارون وبيصير في عندك سلو موشن حتى تعطيك وقت تعمل تفادي للضربات وهو لحاله اللاعب بيعمل تشكيلة حلوة من الحركات على كيفها ضربات باليد من بعيد كمان موجودة أنا وقتها شفتها خفت للأمانة لأنه هنا أنا حسيت حالة مش في فورسبوكن شخصيا وبدأت تجيني بعض المشاعر شعرت أن الفورسبوكن كانت اللعبة التدريبية للمطورين اللي يصمموا فاينال فانتزي سكستين وأتمنى أنه ما تكون فاينال هي النسخة المحسنة من فورسبوكن وبتمنى القتال فيها يكون تقيل وقلو وزن على عكس الشعور الخفيف اللي وصلني منها شجرة المهارات كبيرة وشكلها كمان معقد بالنظرة الأولى والمعلق قال إذا ما لك متأكد شو بدك تطور لا تقلق فيك تخلي اللعبة تختار عنك شوي تاني رح يقال لي أنت بس عودة فراج وقال بعض الشخصيات اللي رح تقابلها بتصاحبك خلال اللعب لكن أنت ما بتقدر تتحكم فيها وأيضا معك زئب بيساعدك بتعطيه أوامر وبتقدر تطعميه بس كوتي من وقت للتالي وبعدها بدأت أدخل بالملاء لو أنا عم شاهد العرض ما كان العرض ينتهي يا رجل يا شباب ورجيت هنا للعبة كلها بيالتريلر لدرجة أنه المنتج حبي طمني بالنهاية وقال لي أنه لسه في شغلات ما شفناها حركات الفم كانت غير متطابقة مع الكلام في مشاكل كمان بالإضاءة ومن ثم تحول عرض اللعبة لتكين وطريقة قتال غريبة بالوحوش وأنا هون فقدت المزيد من حماسي تجاهها قلقي أني كمان ما شفت شي جديد تكرار شفنا بكل الألعاب السابقة التاجر والقاعدة والتطوير بس الأكيد أنها رح تدعم الستين فريم من اليوم الأول على قولة الشباب لكن متل ما قلت عن ريتفول لأننا استطيع الحكم عليها إلا عند التجربة وإن شاء الله يصح اللي أعمل لها مراجعة ويحنن قلب سوني والشركات الثانية علينا وبشكل غريب أنا متحمس لريدفول أكتر وبدي أعرف إذا هل 30 فريم فيها سابتين وإلا كمان رح يهروا تاريخ إصدار ريتفول هيكون بـ 2.5 ومتوفرة ببلاش على الجيم باس للإكس بوكس والبي سي بينما فعينا الفانتازي سكستين رح تصدر بـ 22 الشهر السادس حصريا على بلايستيشن فايف وبـ 70 دولار اواعيكم ادفع برأيكم كيف هيكونوا هاللعبتين وليش هالهدايا الغريبة من إكس بوكس لبلايستيشن وهل منقدر نصل إلى 200 ألف مشترك قريبا؟ دمتم بخير والسلام عليكم